السلام عليكم. بزاف الناس اصدقاء تيفتحوا قناة على منصة اليوتيوب وكينسوا بان اهم حاجة خصومي تعلموها هي اللولة هي المونتاج. قبل ما تفتح قناة على منصة اليوتيوب خاصة تكون عندك بعض المبادئ او لبعض التقنيات باش انك تنزل فيديو على منصة اليوتيوب لان انت فتحتي القناة. القناة يعني غادي تتبع الاعدادات خطوة هادي من هادي من هادي. من بعد هادي تبقى لك القناة خاوية. ضروري انك تنزل فيها فيديو. هادي الفيديو واش غادي تصوره بالكاميرا او بالتليفون مباشرة غادي تحطه في القناة. لا يمكن. استحالة. ربما تكون هضرتي شي هاضرة مش هي هاديك غلطتي. ربما شي صوت داز من حداك تماكينه وخصو اي تسمع في الفيديو. ربما تزعزعت لك الكاميرا. ربما اخطأتي وانتك تهضر. ربما بغي تضيف شي صوت اخر. ربما بغي تدخل شي تأثيرات. لهذا ضروري خصني نتعلم المونتاج. وباش نتعلم المونتاج ماشي خصني نقول لي محترف يعني مصمم يعني شي حاجة ندخلها خيالية في الفيديو ديالي باش عادي يعجب الناس. انتعلموا المبادئ الاساسية. كيفاش نقطع اللقطات اللي خسروا لي. كيفاش نضيف صوت مثلا الى بغيت ندير انا الفيديو وادل تعليق الصوتي الفيديو خدام. والصوت ديالي وانا مكان بانش. كيفاش نضيف مقاطع موسيقية. كيفاش نضيف صور باش كنعاول مسلا انا كنشرح شي حاجة. كيفاش نضيف فيديو وانا كنشرح عليه. مهم. هاد الامور هادي هنشرح لكم في هادا الفيديو. هادي نشرح لكم على برنامج كين ماستر. هاد البرنامج مش شي غادي نشرح لكم الطريقة باش انا نمونطيو. ولكن غادي نشرح لكم المزايا اللي كين في هاد البرنامج. يعني دي كل اعدادات اللي كين في هاد البرنامج كاملة. غادي نشرح لكم ونشرحوا كل حاجة شن هو الدور ديالها. باش هكا هدي تفهموا البرنامج باكمله كيمالك لكم كين ماستر اسهل واحسن برنامج. وبالاضافة انه مجاني وكاين في بلاي ستور فقط ان المجاني كيكون عليه يعني مكتوبة في الشاشة هناية كتكون مكتوبة كين ماستر. بغيت يتخلصه كتتحييض لك ديك العالمة المائية. بغيت يتشي يتدبر شي واحد من جوجل مهكر. يمكن لك تدبره او لا تقلب عليه ولكن ما ننصحكش لانه كيكونوا في الفيروسات وكيكونوا فيه بالزاعة المشاكل ويقدروا يخلقوا لك مشكل. مهم. كملوا الفيديو اصدقاء. غادي نشرح لكم هاد البرنامج الرائع كيمكن لكم كين ماستر. لانه احسن بالنسبة لي. شحل ما هاد يقولي يلا ركاين محسب انه كين. هتروحنا على البرامج الخاصة بالهاتف. احسن برنامج جميع الاعدادات اللي بغيتي فيه بغيتي تصيب بيه احتى فيلم في بعض الاعدادات اللي يمكن لانه تساعدك تصيب فيلم وتقوم بانشاء فيلم والتأثيرات اللي تدخلها في حالي عندك يعني برنامج يعني ديال الحاسوب. مهم اصدقاء اكملوا الفيديو الانهي لو كنا نستهلو لايك ديرونا لايك او المركة تشاهد القناة. ما تنساس انك تشارك في القناة. وعلى بركة الله نبدأو في الشرح. بسم الله هنبدأو الشرح اصدقاء. غادي نمشيوا البرنامج كين ماستر بعد ما نكونو حملنا على الهاتف. انفو كنكليك يوليك اطلع لنا الواجهة الاولى على هذا الشكل. عدنا بعض الامور اللي غادي نعاونكم بها بالفريشات باش فاهموا مزيان. عدنا تمكنا بعض الادوات تصميم تيك توك اغاني يوتيوب. تصميم لوغو مهم. هاد الامور اصدقاء تتساعدكم ماذا بغيت يديرو شي تصميم. راسكم شي انترو شي امور لي غا تساعدكم فيديوات تيك توك فيديوهات اليوتيوب. بعض التصاميم اللي كيعطيها لكم هاد البرنامج اللي كتكون مقترحة بساعدكم. وللاشارة انها كتخدم بالكونيكسيو ما كتخدمش يعني بلا كونيكسيو. ضروري كونيكسيو هاد كتطلع لكم. يعني هادي الصفحة الرئيسية. الحاجة التانية اصدقاء هي يعني من بعد ما كندزو من هاد يعني التصميمات كاملين احنا جربناهم كاملين. يمكن لكم تكتشفوه من راسكم. انا هنشرح لكم البرنامج ككل. تاني حاجة هي ديك ميكس يعني ضروري البرنامج اللي عرفتوهم زيانا اصدقاء غاد يتفهموه وغاد يتعرفوه تخدموه ليه. هنا عود كدلك تعطيك بعض الفيديوهات وبعض القوالب اللي يمكن لك تخدمها لها وكيفاش انك تصمم الفيديوهات ديالك. الحاجة اللي مهمة الثالثة هي انشاء عدنا انشاء جديد الفوق وكي يبقى لنا في الاخير هي انا او لا ما يعني هادي كلا بغيتي تفتح واحد الحساب تم انشاء حسابه عن طريق اما ابل او لا جوجل مهم الحاجة اللي كتهمنا احنا بالنسبة لنا باش نتعلم المونتاج هي هاد انشاء انشاء الفوق الزائد بالاعلى. غلين كليكيو لي هاد هي الحاجة الصفحة اللي كنخدموه بيها وما تبقى ما لكن نخدموه بتاشي حاجة كتلا لنا هاد يعني المقايس ديل ابعاد الفيديو عادنا السطاش тутثو على اسطاش. بالنسبة لهذه位 هي اسطاش تسعود. flera الصاح Тикوك . اخدمها مثلا الفيديوهات الفيديوهات القاسيرة مهم Application عن๋ا تسعود. كنخدمها الفيديوهات اليوتوب. كن كليكيوا لها اله يا warriors هنا كطلع ليها. يعني بالنسبة للخلفيات لبغيت نختار الخلفيات من هذا البرنامج. يعني خلف ياتجاجه ولكن اغلب الان ستعمله هاي هذه. وفيديوهات. مهم هذي نختار فيديو عندي هو المقدمة جيل هاد فيديو غادي نخدمو به المونتاج كيفاش الاخطاء اللي كانوا في هاد اه الفيديو وكيفاش اناني غادي نحيدها من الفيديو يعني غادي نديرو الشرح عملي ويمكن الآن كان قاو ندوزو الفيديو ضفت له فيديو اخر اه يعني باش نزيدو نشرح لكم واحد المسألة اللي مهمة مثلا بعد مرة كنكونو ضفنا بزاف جيل مقاطع مثلا هدا عن ضيفو اي مقطع تاني وباش انا نبغي نرجع البداية جيل الفيديو كجيني صعيبة لهذا كين عندي وحد الزر لامام دياله وحد سام لهو في الاسفل ليك يساعدني باش اناني هوا علمت لكم بالسام كان كليكي ليك يعطيني انتقال الى النقطة السابقة او للانتقال الى البداية او للانتقال الى النهاية كان كليكي في ما بغيت كارجع يعني كي سهل لي باش رجع اما نقطة السابقة او للبداية او للنهاية هذا اول خطوة ويمكنوا اصدقاء دا بغا نحاولو نشرح لكم الامور اللي غادي تساعدكم فعلا في المونتاج مهم هذي اول حاجة باش غادي تسهل اليكم مهم اصدقاء الامور اللي واضحة يعني اه باش انكم تعرفوا تخدموا على البرنامج واللي هي ضرورية ومؤكدة لأول حاجة هي قد ينطلقوا الفيديو قد يتشوفوا الخطأ اللي كان يعني هنا خطأ اصدقاء كيفاش غادي نجاوزوا هذا الخطأ خاصنا نحيدوا هذ اللقطة اللي فيها انا خطأت اثناء الكلام يعني كان بقى نحدد اللقطة بالتمامي والكمامي وكان كليكي على الفيديو كان كليكي فقط ضغطة خفيفة ضغطة خفيفة اصدقاء انتو ما كان ضغط كيطلع ليدك المربع الاسفر وكيطلعوا ليدك الاعدادات انتو ما كما كتشوفوا كان ضغط ونعود باش تفاهموا هذ الاعدادات كان من اصدقاء غادي نشرحوهم دابا الاعداد اللي كيهمنا باش نبدو به هو قص وتقسيم باش نحيدوا هذ اللقطة اللي اغتلات لنا هذي نكليكيو لات قص كينا قص يسار قص يمين تقسيم تقسيم وادراج ونحن نكليكيو لتقسيم دابا احدد اللقطة الاولى بداية اللقطة اللي ماشي مزيانة هذي نشغل الفيديو او كذلك وغادي نوقف هنا هذي نحدد بالضبط يعني اللقطة اللي اغسرات وغادي نكليكي كذلك لقص يعني دغطة خفيفة قص وغادي ندير قص يسار وغادي نشغلو الفيديو نحاولو اننا نشغلو الفيديو الفيديوهات او منتاج للقنوات هتو مكين ما كنتشوفو اصدقاء نعودوها الفيديوهات او منتاج للقنوات هتو مكين ما كنتشوفو اصدقاء اللقطة اصبحت عادية كأنه ما كانش فيها احتى خطأ نهائيا مهم هذي الخطوة الاولى ديال التقسيمة اصدقاء باش اني نحيد اللقطات اللي يخسروا ليه من بعد كذلك غادي نشرحو هذي الاعدادات اول اعداد اللي هو مستوى الصوت كنكليكي اللي اصدقاء الى بغيت نزيد في الصوت او لا نقص الصوت هنحاولو نسرعو شي شوية لان الفيديو غادي يطوال علينا بزاف وما بغيناش يزيد طوال كتار من هكا تجي الحاجة التانية اللي هي السرعة السرعة مثلا انا عندي لقطات ديال خاصة الناس اللي كيديروا الفلوغات ولا شي حاجة ولا كيسرعوا الفيديو كندير هنا السرعة اللي بغيت من واحد حتى الخمسة ولا اللي بغيتها انتما انا اعطيكم ميتة يعني اصدقاء السرعة للفيديو قد تسهل ليه بزاف ديال الحويش وكذلك عكس السرعة يعني البطء او الترطيء السرعة كالرجعو العكس كنا غادي واحد واحدون زب غادي رجعو 0.5 وهي غدا بالتراجعو هنتما اصدقاء يعني هاد الامور هادو اذا عرفتوها غادي سهل لكم منتاج الفيديو دابا غادي رجعو الفيديو للحالة الاصلية ديالو اللي هي واحد وغادي نشغله عادي وغادي رجع خدام لنا كيف ما كان في الاول فادي الرجوع اصدقاء انا نضغطو لكم الاعدادات هنتما كنتم اكتوه واخدام عادي نزيد ونكمل لكم الاعدادات ونشرحوهم بقي لنا تمكينا عكس يعني الفيديو اللي ابغيتو يرجع بالمقلوب يعني بزاف الناس كيديرو هاد الطريقة في المونتاج مثلا انا كتكن نجري الامام غادي رجع نجري الى الخلف مهم هاد الامور هدي كتساعدكم بزاف هنا اصدقاء الى بغيت ندير تحريك وزوم يعني نحرك انا اللقطة ديالي او للفيديو ديالي نحركه في الشاشة كيف ما بغيت نصغره نكبره نديره بعيد نديره قارب يعني كنتحكم في شاشة الفيديو كيف ما بغيتها اصدقاء ويمكن لي نضيف لقطة اخرى مع هاد الفيديو وحده متحركه الى الجانب ووحده لا مهم اصدقاء انا كنحاول ما امكن اني غير نعطيكم الشرح ديال هاد الاعدادات المهمة اللي غا تساعدكم يعني كنحاولوا كل اعداد نشرحوه بسرعة هنا تناوب الانعكاس يعني قلبوا عود الفيديو للاعلى للاسفل اللمحة او لا النظرة ديالك بغيت تقلبها اليمين تقلبها اليسار يعني احتها هي كتحتاجها دروري غا تجي شي وقت غا تخصر لك شي فيديو لا يبقى عليك شي مشكل غا تحتاجها هنا الصبغة او للون هناك يعطيك الوان جاهزة كنختار انا اللون اللي عجبني وكينا من مورها كتجي الى بغيت انا يعني ضبط الفالاتر يعني او لضبط الالوان يعني انا اللي اللون بيدي نختار اللي بغيت السوطوع يعني نزيد في الضوك كيف ما بغيت يعني هنا التباين او تاني كذلك نزيد في كيف ما بغيت كينا التشبع يعني نعطيه تشبع في اللون بكاترة كنا نعطيه اللون اللي بغيت الحيوية هانتو ما كما كتو اصدقاء يعني اصبحا الفيديو يكي يظهر بطريقة احترافية كينا الفرق ما بين الصورة الاولى والصورة التانية اه بالنسبة هاد الامور اصدقاء رسومات كليب اذا بغيت نضيف شي رسومات في شاشة الفيديو كتحرك هانتو ما كما كتشوفو نقدر نحتاجها نقدر نزوجها نزوق شي فيديو لا بغيت نديره كذلك لا بغيت ندير شي تأثيرات اخرى ولا بغيت ندير كتابة مثلا شي نص كي يظهر في الشاشة كينا بهذا الطريقة او كينا بطريقة واحدة اخرى غادي نشرحها لكم في في هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم لان كما قلت لكم غادي نشرح لكم جميع المزايا الخاصة بهذا البرنامج كتجي هنا رسومات كليب من بعد منها لمحة لمحة يلي كتعطيه ذاك الضلمات شي شوية على اه ذاك الفيديو بالجوانب من بعد كتجي اه يلا بغيت ديال الصوت هنا اصدقاء اللي بغيت لعب بالاصوات بالنسبة الاصوات فيها اصدقاء العديد من المزايا الخاصة بالاصوات الاصوات الى بغيت رجع صوت الراديو مثلا الى بغيت المنخفض الى بغيت اه بزاف بزاف المعلومات على الصوت ملي ما عنا شرحه اش كاملة ولكن انا اعطيتكم المكان فيها وغادي تكتشوها رأسكم واحد الحاجة اخرى اصدقاء مهمة بزاف مثلا انا درت شيء اعداد او لقطعت ومعرفت كيفاش ان انا رجع لقطة الاصلية سهلا اصدقاء يعني كان كليكي وكان كليكي لديك الاسهم انا غادي نعلم لكم بالفليش باش تفهموا مثلا قطعت انا وبغيت ترجع للقطة الاصلية كان كليكي لديك السهم الدائري وكان رجعني للقطة اللي قبل منها يعني اخطأت شيء لقطة وبغيت نرجع للقطة اللي قولي سابقها كان كليكي لديك السهم يعني تراجع لديك العملية مهم هادي مهمة بزاف بالنسبة ازقاء الى انزلاق يعني هنا كان قطعك على الفيديو وضغط عليه وكان قنحرك مثلا الى بغيت نزيد شيء لقطة يعني هربط ليه ما بغيت تحليه بتقطيعها كنديرها بهذا الطريقة كتجيني اسهل عن طريق الانزلاق مهم هاد الامور اصدقاء الاولى اللي كتساعدكم بزاف بزاف باش انكم يعني ضيفوا مؤثرات على الفيديو دابا غادي نضيفوا الموسيقى مثلا انا بغيت نضيف الموسيقى كنكليكي للموسيقى كنمشي من الاحسن اصدقاء ما نستعملوش موسيقى البرنامج ما تستعملوش موسيقى هاد البرنامج غادي مشي الموسيقى اللي محملة انا من المونتاج هوا كما كتسمعو هادي مشي المونتاج عفوا من مكتبه الصوتية وكان كليكي لديك الزائد وقد تدخل لها الموسيقى هانتو ما كما كتسمعو الموسيقى مع الكلام ديالي او لا نضيفها في شي فيديو مايما انا واشرحت لكم الطريقة كيفاش انكم اضيفوا الموسيقى بسهولة تامة من بعد اصدقاء يعني من بعد الموسيقى انا بغينا نضيفه كتسم هادي الطبقة هادي مهمة بزاف كنكليكيو لديك الطبقة وكمشي نختاروا فيديو هادي بالنسبة لناس اللي كيدروا رياكشن او اللي كيدروا التعليقات على الفيديوهات او لا على الصور هانتو ما كنكتشوفو فيديو تاني تحط في شاشة الفيديو الاول وكنتحكم فيه كيفما بغيت وكيعطيني نفس الاعدادات بالنسبة هانتو ما كنكتشوفو حاجة وحدة اللي مهمة وبزاف هي كيفية ازالة الخلفية كي لكت انا مصور الفيديو عن طريق الخلفية بلون احادي هانتو ما كنكتشوفو كي تسمى مفتاح الصفاء او الاموزيل السحري كنكليكي لها اصدقاء تعطيني تمكين مثلا لك تمصور بلون اسود او ازرق او اخضر يمكن لي نحييط الخلفية بكل سهولة هانتو ما كنتشوفو كنتحكم فيها اليمين واليسار او كيرجع لي الفيديو يعني انتو ما كيرجعوك ان انا عندي جوش فيديوهات في نفس الفيديو هذه بالنسبة خاصة وممتازة بالنسبة اللي كديرو يعني التعليقات على الفيديوهات او اللا ما يسمى بالرياكشن المهم هذه مهمة بزافة اصدقاء انا يعني كنتحكم في الفيديو الصورة ديالي او العفو الفيديو الاول بغيت نحط حتى صورة كنحطها وبغيت نحط فيديو كنحط فيديو ماشي بالضرورة انني نحط غير صورة نحط فيديو نحط صورة كنتحكم فيه كيف ما بغيت وانا غنشغل لكم الفيديو وغادي تشوفو كيفاش غادي اضافة الشكلية السلام عليكم بالزعليم او ممتازة يعني اصدقاء ممتازة هذه الفكرة انني نقدر نخدم بها فيلم نقدر نخدم بها مثلا الناس اللي كيديرو جوجل ادوار ثلاثة الادوار وكيديرو افلام قاصرة يعني غادة تساعدهم بالزاف باش يتعلموا هذا الطريق عالي مهمة اصدقاء نفس الاعدادات كي ما قلت لكم نفسها اللي شرحنا في يعني الوسائط هي اللي كينفي الطبقة مني كنديرو طبقة فيديو من بعد كدي هنا يعني تأثير يعني كنكاشي لوجه دي شي واحد او لشي معلومات كنغطيهم شي واحد نبال معي في الفيديو شي معلومات ما بغيتاش تظهر للناس كنغطيها بسهولة تامة كنكليكي لديك الاعدادات وكنزيد نضببها بزاف او لاغي شوية مهمة الامور اصدقاء يعني تنتمنى اللي وصل معنا احتلال المرحلة دي الفيديو انه غادي يستافد من هاد الاشياء بزاف اما الحاجة اخرى اصدقاء يعني هكذا كندغط عليها لابغيت نزيدها في الفيديو كامل كندغط نسحبها معايا في الفيديو بالنسبة حاجة اخرى كان في الطبقة اصدقاء وهي نشوفو داك القلب هادك ما غاديش نحتاجه اصدقاء او ما يسمى بملساقات اه غامشيو الى الكتابة النص مثلا انا نكتب اسم القناة ديالي او الانستغرام ديالي او صفحة الفيسبوك ديالي مثلا نعطيكم مثلا نكتب خالد من بعد اصدقاء كالقاء في الفوق تحرير النص او لخل خط النص يعني بغيت تحرير النص نعود نصلحو وكي نتم اذا بغيت نختار الحجم يعني واشغلية طريقة الكتابة كيف بغيتها انتو ما كنتشوفو وكننزيد يعني في اليمين في اليسار وكنكليك الى هذه كروسهم متحركة ويعني كنديرها يعني من اليمين كتبان كانبتاق يعني كتعطيني بزاف ديال الدخلات كيف ما بغيت هالكتابة اتبان مهم اصدقاء هاد الامور هادي اللي كنشرح لكم ما غادي تلقاهها تقريبا غير عند قناة خليدوتيب بهذا الطريقة وبهذا السلسة باش انكم تفهمون المونتاج مهم اصدقاء كيف قالينا في الاخير فقط يعني من بعد الكتابة ان الرسومات اذا بغينا ندير شي سينياتور اولا نكتبو كتابة ايدوية والميمات مهم هاد الامور اصدقاء مهمة بزاف غادة تساعدكم في اه يعني نشر فيديوهات اللي غادة تساعدكم ده ما بقينا حاجة واحدة اخيرة اصدقاء وهي المسجل مسجل الصوت كنكليك اولا مسجل الصوت وكان بدلا نسجل تعليق الصوتي ديالي لك انا كندير تعليق على الفيديوهات وهكذا في الاخير كندير ايقاف وكيتم تسجيل الصوتي ديالي مهمة ديال الطريقة اصدقاء اللي غادة تساعدكم باش انكم يعني اه تقود ديروا فيديوهات جميلة عن طريق المونتاج وهي انكم تفهموا البرنامج كيفاش كيختم الى فهمتي المزايا اللي كي نفض البرنامج غادي سهل عليك الخدمة شكرا لمن تابعنا الى نهاية الفيديو اكتبعنا في التعليق شكرا لمن اشترك في القناة شكرا لمن وضع لايك شكرا لمن كتب تعليق محافظ والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا لمن نهاية الفيديوش